إمتى ممكن بيتدخل اليوجند أمت أو إمتى ممكن حد يلجأ اليوجند أمت تمام اليوجند أمت بيتدخل أول ما يكون في خطر على الأطفال طيب في بعض الأشياء اللي هي هنقدر نقول دلوقتي هو بيشوفها أنها خطيرة على الطفل طيب هو الأول بيعرف إزاي أول حاجة المدارس والحضانات عندهم الإلزام أن لو الطفل راح للمدرسة أو للحضانة أو متغيب أو أي شيء يبلغوا اليوجند أمت تمام طيب إذا الطفل راح للمدرسة وبن عليه علامات أنه هو مضروب تمام بيبلغوا فورا اليوجند أمت أو الطفل بيتصرف تصرفات مريبة أو سلوكه مش مزبوط جات لي حالة مثلا قبل كده أن الطفل عنده مشكلة بسنانه وأهله مش مهتمين فيه أو موضوش لدكتور السنان فده معناته أن صحة الطفل ممكن تكون في خطر فبرضو عليهم إلزام أنه يبلغوا اليوجند أمت الولد لبسه بيكون كتير مبهدل مش مستحمي نضافته الجسدية مش كويسة كمان عليهم إلزام أنه هم يبلغوا كمان كان عندي حالة تانية يعني الأم لما بتروح للمستشفى مثلا أن هي تولد تمام في حالة الولادة إذا حسوا أن الأم بتكون مش متزنة فيها شيء مش مزبوط نضافتها الجسدية مش تمام يعني هي حسوا أن هي غير أمينة على الطفل اللي هي هتولده وتاخده معاه على البيت كمان من حق الدكاترة والأطباء في المستشفى أن هم يبلغوا اليوجند أمت حالات تانية كتير بتحصل أن الأولاد مثلا في المدارس بناء على المعاشرات الغير جيدة بيتصرفوا تسلوك غير جيد ممكن يسرق حاجة من الكنسين تاع المدرسة يسرق حاجة من شنطة زميله أو الطفل شال سكينة أو أي حاجة وتعمل أنت سائجة أو محضر للطفل فعلى الشرطة أنها كمان تبلغ اليوجند أمت تقوله أن فيه شيء الطفل تصرف بسلوك مش طبيعي فليوجند أمت كمان أنه هو بيعرف لا ماكن دي مش المدارس بيبقى فيها أخصائية اجتماعية بيكون موجودة أكيد طبعا وده هي ده إلزام منها أنها لو شافت أن حالة الطفل حالة غير سوية لازم تبلغ اليوجند أمت لأن بيحسوا أن ده خطر على الطفل فلازم هما يلجأوا لليوجند أمت ده إلزام عليهم طيب مثلا حضرتك كنت ماشي في الشارع ومعاك طفل وتعاملت مع الطفل بطريقة عنيفة جدا وضربته ممكن أي حد من الجران من الأصدقاء أو حد من الشارع يتصل ويبلغ اليوجند أمت عليك أن أنت بتتعامل مع أو جران مثلا سمعون أنت صراخ طفل أنت بتضربه وبتعذبه ممكن يتصل ويبلغه ساعات بقى بيحصل يعني حاجتين من أفراد الأسرة نفسهم الطفل نفسه هو يبلغ يروح اليوجند أمت أو يتصل بيهم أو يتصل بالشرطة أو يبلغ في المدرسة أن فيه عنف عليه جامد وساعات طرف من أطراف الوالدين يعني مثلا خلافات بين الأب والأم الأم بتضرب الطفل فالأب بيبلغ أو العكس صحيح الأب يكون بيدرب فالأم تبلغ أن الأب بيدرب فمن هنا اليوجند أمت بيعرف وأول ما بيلاقي أن فيه خطر على الأولاد ففي الحالة دي هو طبعا لازم يتدخل فورا يعني إحنا الحالات اللي بنسمع عنها أحيانا أن اليوجند أمت تدخل وأخذ الأطفال أو خذ أحد الأطفال اللي عنده وهو اللي بيكون تحت رعاية اليوجند أمت ده بيكون من أسباب الحاجات اللي حضرتك قلت عليها طبعا طبعا أو العنف أحد طرف الأسرة مع الطفل نفسه أو عنف شوف إحنا لسه في الحالة هنتفرع أكتر بس مش بس العنف اللي ممكن يخلي اليوجند أمت يلجأ ولكن إذا أنت بتعامل الطفل بطريقة على دماغك أنت ومش متواكب مع الوضع اللي أنت عايش فيه في النمسا عشان كده خلينا نوضح أن بجد فيه اختلاف كبير جدا وأكيد كل الأسر الشرقية أو العرب اللي موجودين في النمسا عندهم أولاد عرفوا دوت فرق شتان بين التربية بتاعتنا وعادتنا وتقاليدنا وديننا والأشياء اللي احنا متربين عليها وبين التربية والحرية اللي موجودة في النمسا فإذا الأهل مش بيكونوا قادرين يستوعبوا أن الطفل ده بيكون عايش في النمسا وهو بيطبق عليه قانون النمساوي وإنت لازم أنت تتماشى مع الوضع فمن هنا بيحصل المشاكل لأن الطفل في المدرسة هما بيعرفوه قوقه هو بيقول له أنت ده حقك وده حقك وده حقك وتصل بيوجن قامت وتصل بالبوليس وهنا وإنت من حقك تطلع ومن حقك يكون ليك صديق وإنت من حقك يكون ليك صديق وهكذا فهو بيتعلم دوت تزرع في دماغ الطفل وشايف أصدقائه على الوضع دوت فأنت أنا ما بتجي في البيت بيكون عندك أنت زي ما بنقول حرب أن أنت تفهمه الصح والغلط أن مش كل حاجة تنفع